اشتركوا في القناة في جسم الأنثى والحاملة لمادتها الوراثية لتكون اللاغحة أو الزيجوت ونلاحظ في هذا الفيديو الذي يظهر فيه اندماج المادة الوراثية للحيوان المنوي والمادة الوراثية للبويضة من أجل تكون جسم المولود الجديد تحدثنا سابقا أن في يوم الإباضة تخرج البويضة الثانوية من المبيض إلى قمع غناة البيض كما نلاحظ في هذا الفيديو التوضيحي هذه البويضة الثانوية وهي تخرج من المبيض هذه البويضة الثانوية تخرج من المبيض وهي محاطة بطبغة من خلايا الحويصلة تسمى بطبغة الإقليل الشعاعي وتفصل بين طبغة الإقليل الشعاعي وغشاء البويضة الثانوية منطقة شفافة مثل ما هو ظاهر في هذه الصور وهذا الفيديو يوضح مثل ما تلاحظ أمامك حركة البويضة الثانوية والخلايا المصاحبة لها في غناة البيض ونلاحظ اللون الأسود الداكن هو البويضة الثانوية ومن خلفها خلايا الإقليل الشعاعي إذا صادفت البويضة أثناء حركتها في غناة فالوب حيوان منوي هنا يبدأ الحيوان المنوي أو الحيوانات المنوية بتحليل خلايا طبغة الإقليل الشعاعي باستخدام الأنزيمات المحللة في الجسم الغمي وعند وصول أول حيوان منوي لغشاء البويضة الثانوية والتحام غشاء الحيوان المنوي مع غشاء البويضة هنا يستكمل الانغسام الاختزال الثاني وتنتج البويضة الناضجة التي تندمج نواتها مع نوات الحيوان المنوي لتكون بعد ذلك اللاغحة ولكن عند دخول الحيوان المنوي للبويضة تفرز إنزيمات من الغشاء البلازمي للبويضة الثانوية فتحفز الحبيبات الغشرية التي تقع تحت الغشاء البلازمي لتلتحم بالطبغة الشفافة المحيطة بالبويضة الثانوية لتكون ما يسمى بغشاء الإخصاب وهذا الغشاء يمنع دخول حيوانات منوية أخرى إلى البويضة وتوضح هذه الصورة بويضة تحت المجهر وتحيط بها الحيوانات المنوية أما هذا الفيديو فهو يوضح تكون غشاء الإخصاب وهذا فيديو آخر يوضح كيفية تكون غشاء الإخصاب طبعا تتم هذه العملية في الجزء العلوي من غناة البيض كما أن البويضة يمكن أن تبغى بحيويتها وغابليتها للإخصاب لمدة 24 ساعة من ساعة الإباضة أما الحيوان المنوي فيظل بحيويته إلى 48 ساعة من وقت خروجه من جسم الذكر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته